اشتركوا في القناة اسم الرياضي بالإداعات الوطنية وارتبط اسمه بالبرنامج الشهير الأحد الرياضي الذي كان يحمل من خلاله المستمعين إلى الميادين الرياضية الوطنية لمتابعة أخبار الرياضة ومباريات كرة القدم اليوم نودع واحد من رجالات الإعلام الرياضي للمرموقين يشكل حداته مدرسة وهي امتداد المدرسة لابن عبدالطف الغربي وخدم نمورها المشعل نور الدين قديرة ولقنا محمد العزاوي يخضى بيدنا وكل صراحة يعني دل الأمام نصرعب دار في نتيقة عناصر الشابة هو يؤمن بالمدرسة التعليق الرياضي المغربي وهذه هي المهمة الرسالة اللي بغيتني وجهه الدلالي اللي كيشتغلوا في هذا المجال الرجل ممكن كان كيخدم كتر من 28 ساعة على 24 ليل النهار الهاجس دياله وانشغاله هو الإعلام الرياضي والخبر المتوازن اللي كيعطي الحق لكل واحد أول شيء تعازينا الحراء العائلة دياله الزوجة دياله للفاطمة التواتي والأبناء دياله كلهم ثلاثة الابنيتات والوليد هذه العائلة الصغيرة وتعازينا العائلة الكبيرة الرياضية كلها من صحفيين وكل الرياضيين لأنه سمح مدعزاوي يعتبر معلمة ويعتبر هرم كبير في الرياضة في المغرب واللي تلمدنا وتربينا عليه الده في البداية ديالنا كلاعيبين وهم بعد كمدريبين ولا كأطور لأنه تعلمنا منه الصبر تعلمنا منه الأخلاق الطيبة والكلمة الطيبة أولاً كنبغي نشكر جميع الحضور للأصدقاء الأقربة وللصحافة اليوم النهار صعب علينا كاملين فقدنا واحد من الأهرام ديال الإعلام وكان شمنا لها المغفيرة وكان طلب من جميع المغاربة يدعو معها خلني مع هالذك الميدان من اللي كان صغير يكن يديني مع المكشب دياله ويمشي مع هالملاعب كرة القادم عشي مع هالأجواء زي ما بعن قرب وعطاني واحد الشغاف والحمس اللي كان يدير ونتبعه شي شوية في المعصر دياله في موكب جنائزي مهيب مريا جتمان الفقيد الطرى بمقبرة سيدي حمزة ضواحي مدينة الرباط الجنازة حضرها أصدقاء الراحل من مشارب مختلفة وكلها أجمعت على أن الفقيد كان يتحلى بذماتة الخلق ومهامية كبيرة كان الحزن عميق جداً وكأن الإنسان فقد جزء من الجسم دياله لا أملك في هذه اللحظات وحقاً أنه تخون للكلمات للتعبير عن ما يخالج المشاعر من حزن ومن أسى لهذا الرحيل والفقد الجلال ولكن اختاره الله إلى جواره في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الفضيل نتمنى أن الله سبحانه وتعالى أنه يزيل عليها الرحمات وأن يجازه خير الجزاء عما أسداه لوطنه ولأعلامه وبالده وأيضاً للصحفة الرياضية والصحفة بشكل عام مرحباً لعزاوي أي قولة من أي قولات الإعلام غادرنا إلى دار البقاء تمنى له الرحمة والمغفرة عشرة أكثر من ثلاثة سنة كان إنساناً متمسكاً بالحياة كان إنساناً محترفاً كان إعلامياً بمعنى الكلمة أعطى الشيء الكثير على مستوى الرياضة الوطنية وعلى مستوى الإدعاء الوطنية صوته كان رناناً وإذا غادرنا الآن فلازل صوته سيبقى ما بيننا وذكريته تبقى أيضاً بيننا ينتمي المرحوم محمد العزاوي إلى الرعيل الأول في المشهد الإعلامي الرياضي في المغرب حيث كرس مسيرته المهنية للنهض بالصحافة الرياضية كان صوته يصدح عبر الأتير بنبرة فريدة لينقل الخبر الرياضي أولاً بأول الآن يورى جثمانه الثرى بمقبرة سيد حمزة ضواحي الرباط سيغيب إلى الأبد لكن بصمته ستبقى راسخة في سجل الإعلامي الرياضي المغربي رحم الله محمد العزاوي وإنا لله وإنا إليه راجعون